أهلا بكم إذن نشر موقع ترانسفير ماركت الإيطالي والمتخصص في الإحصائيات قائمة لعشر لعبين في أوروبا الأكثر بحثا في إيطاليا خلال شهر أفريل المنصر وجاء اسم حسام عوار كأول لعب عربي وثاني لعب إفريقي بعد الدولي نيجيري أوسيمين في القائمة التي عرفت احتلال هولاند الأول ولياو في المركز الثاني ويجد للإشارة ارتبط مؤخرا اللعب حسام عوار بالانتقال لأحد الأنجية الإيطالية على غرار نادي روما أيسي ميلان ونابولي في ألميريكاتو الصيفي المقبل وهو الشيء الذي ساهم في دخول هذه الإحصائية في خبر ثاني اتخذ اللعب رومان فيفر قراره لتمثيل الجزائر وسيعني اللعب وسط نادي ليون الفرنسي عن التحاقه بالأفناك خلال الأيام القليلة القادمة حسب ما جاء في موقع فوت ألجيري بالماضي يستعد ركزته الأساسية أخيرا عاد اللعب الدولي الجزائري يوصف عطالي المشاركة مع نادي هنيس بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها في وقت سابق وشارك عطال في آخر 20 دقيقة من مباراة نيس الأخيرة في الدور الفرنسي أمام نادي طروة وسيكون لعب كورتريك البلجيكي سابقا تحت تصرف الناخب الوطني جامال بالماضي خلال فطرة توقف الدولي في شهر جواء المقبل في حال كان جاهزا وكان عطال قد سفر إلى قطر من أجل العلاج في مستشفى أسبطار خلال الفطرة الماضية وفي خبر آخر فيزر يجدد رغبته في اللاعب للخضر وينتظر اتصالا من الفاف جدد مدافع فيردري بريمن الألماني ميتشل فيزر أماله في الانضمام للمنتخب الوطني الجزائري مؤكدا أنه لا يزال في انتظار اتصال من الاتحادية الجزائرية لكورت القدم وقال فيزر في تصريحات صحفية أمس أنه ليس على تواصل مع الفاف في الوقت الراهن رغم أنه أبدى رغبته في اللاعب مع الخضر مستقبلا في رسالة وجهها للناخب الوطني جامال بالماضي على أمل استعاده لتربص المنتخب وأكد ذات المتحدث في مؤتمر صحفي أمس أنه لم يطلق أي اتصال من الفاف لحد الآن مشيرا لقد اتخذت قراري لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل فيما يتعلق بالمنتخب وبحسب فيزر لم يكن هناك حتى الآن أي اتصال مع هيئة الرئيس شهيد زفزاف ونفذت المتحدث أن يكون قراره باللعب مع المنتخب الجزائري وهو محاولة لجذب انتباه الاتحاد الألماني وأعلن فيزر بشكل مفاجأ شهر مارس الماضي أنه يريد اللعب للجزائر في المستقبل بعدما فشلت محاولته للانضمام للمنتخب الألماني مستغلا أصوله الجزائرية من جهة وليدته وبالمقابل من ذلك أكدت صحيفة بيلد الألمانية في وقت سابق أن الحلم الإفريقي لفايزر مؤجل إن لم يكن ملغيا بشكل كامل بسبب عدم تقبل الناخب الوطني لتصريحات اللاعب مشيرة أن مدرب الخضر غاذب كثيرا من ميتشل فيزر حيث لم يتقبل استعمال اللاعب لكلمة مغامرة بخصوص نيته في الانضمام لمحارب الصحراء مستقبلا ذات المصدر أشار إلى أن الرجل الأول في التقم الفني للمنتخب الوطني شعر بأن فيزر يريد بعث مشواره كلاعب دولي بعد فشله في تحقيق ذلك مع ألمانيا إضافة لاستصغاره الجزائر خاصة إفريقيا عموما عندما وصف ما ينوي القيام به بالمغامرة التي يريد عيشها من أجل اللاعب على الساحة الدولية وخاذ فيزر أربعين مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والنشئين وكان مصار فيزر الرياضي محدد سلفا لتمثيل المنشافة إذ مثل المنتخبات الألمانية للفئة العمرية من تحت سن 16 عاما إلى تحت سن 21 عاما وفي عام 2017 سجل هدف الفوز في مرمى إسبانيا في نهاية بطولة أوروبا لفئة 21 عاما وتوجى بطلا مع المنتخب الألماني لكن المدرب السابق للمنتخب الألماني وخيم لوف والمدرب الحالي هانزي فيليك لم يرغب في ضمه لصفوف المنتخب الأول ما جعله يقرر الانضمام إلى المنتخب الجزائري مستغلا أصوله الجزائرية من جانب وليدته فهل سيكون ميتشل فيزر مستقبل الخضر أو سيكون هناك حديثا آخر في الأيام المقبلة وفي الأخير كان هذا كل شيء وصلنا إلى نهاية الفيديو نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم